في السيناريو الأمني الذي بدأ يتداعى في حالة عنف غير مسبوقة في المنطقة ونتيجة تداعيات الحرب على غزة لم تكن مخاوف نشوب نزاع نقلمي مجرد تحليلات خبراء عسكريين فالقصف الذي شنته فصائل مسلحة على قواعد أمريكية في العراق وسوريا وصل هذه المرة إلى استهداف قاعدة أمريكية حصيلة ثلاثة قتلى وعشرة الجرحى في صفوف القوات الأمريكية حركت واشنطن للحديث بلغة الانتقام والرد عقب تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمعرفة البيت الأبيض عن الجهة المنفذة ردود الفعل التي أعقبت الهجوم والذي تنصلت من تبنيه إيران على وجه الخصوص إذ وضعت في دائرة الاتهام الأمريكي للهجوم جاءت بضربة قاسية نفذتها بحسب وكالة تسنيم الإيرانية طائرات إسرائيلية باستهداف مقار استشاري إيراني في منطقة السيدة زينب في دمشق والتي حصدت بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان سبعة قتلة بينهم مقاتلون موالون لطهران خبراء حذروا من استمرار اتساع رقعة العنف بعد الضربة على قاعدة أمريكية سيما أنها المرة الأولى التي يقتل فيها جنود أمريكيون في المنطقة منذ بدء الحرب قبل حوالي أربعة أشهر العراق بدوره استنكر على لسان حكومته استمرار الهجمات داعيا إلى وقف دوامة العنف ومحذرا من تهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي الأردن كذلك دان الهجوم الذي استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا في بيانا رسميا أطلقه الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فعل ورد فعل وتوعد أمريكي يقابله حالة عدم إصغاء تثيرها فصائل مسلحة بدءا من البحر الأحمر إلى سوريا مرورا بالعراق تستدعي بحسب مراقبين اتخاذ إجراءات من شأنها وقف فوري للعنف قبيلة ساعي دائرته في المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر